ملامح انفراج على ما يبدو ظهرت في مشهد الأزمة السياسية في أرمينيا بعد أيام من احتجاجات عارمة شهدتها العاصمة ييريفان عقب فشل البرلمان في اختيار رئيس جديد للوزراء وجاءت دعوة زعيم المعارضة نيكول باشنيان لأنصاره بوقف التظاهر لتضع الأزمة على مسار مختلف وكان البرلمان قد قرر في وقت سابق تحديد الثامن من آيار مايو المقبل موعدا لإجراء جولة تصويت ثانية لاختيار رئيس للوزراء وفي حال فشل جولة التصويت المقبلة سيتم حل البرلمان والدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة تفاقمت الأزمة السياسية التي تواجهها أرمينيا منذ الثالث عشر من نيسان أبريل الماضي بعد فشل البرلمان في انتخاب رئيس جديد للوزراء خلفا لرئيس الحكومة المستقيل سيرج ساركيسيان بسبب تصويت الحزب الجمهوري الحاكم ضد زعيم المعارضة باشنيان المرشح الوحيد للمنصب وصوت الحزب الجمهوري الذي يتمتع بأغلبية في البرلمان بخمسة وخمسين صوتا ضد مرشح المعارضة مقابل خمسة وأربعين صوتا لصالحه من أصل مئة نائب شاركوا في الاقتراع للأزمة جذور ضاربة في تاريخ حكم ساركيسيان الذي شغل منصب رئيس الوزراء لستة أيام قبل استقالته وكان قبلها رئيسا للبلاد منذ عام 2008 فترة حكم له ولحزبه طالما انتقادتها المعارضة لاستمرار مشاكل الفساد والفقر وسيطرة الأثرياء على مقدرات البلاد فضلا عن اتهامها للنظام السياسي بالارتماء في أحضان روسيا التي يساورها القلق بحسب معارضين أرمينيين من احتمال أن تحمل الاحتجاجات إلى رأس السلطة قادة لا يقفون تحت ظلال الكرملين